قامت فرقة الأبحاث وتفتيشات التابعة للحرس الوطني بجابس بالتنسيق مع النيابة العمومية ذو مدهمة أحد المنازل الموجودة في مدينة جابس أين تم العثور على أحد العناصر وهو إفورية الجنسية وعدد من التونسيين وبحوزتهم بعض العققير والمواد شبه الكيميائية يتم استعمالها في تزوير الورقات النقدية كما تم العثور على كمية من الأورق المزورة وتستهدف هذه الشبكة رؤوس الأموال قصد التحير عليهم وإهامهم بإمكانية استنساخ وتزوير العملة ولا يزال البحث جار من طرف الحرس الوطني لكشف بقية أطراف هذه الشبكة الدولية بعد تعرف على جنسية شخص آخر مالية جنسية متورط في هذه القضية حسب ما أكده المكلف بالعلام في منطقة الحرس الوطني بجابس ترجمة نانسي قنقر